أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من بنامج عناشة صح مع رانيا حسني ومعانا النهاردة مكملين مع المستشار محمد حسن خلف مستشار قانوني ومحامي بن نقد هنكمل قايمة المنقلات اللي تكلمنا على الحلقة اللي فاتت لإن تفاصيلها كتير وكبيرة وفيها تبديد وفيها استرداد فالنهاردة معالي المستشار هيفدنا في بقية قايمة المنقلات خصوصا إن الحلقة اللي فاتت جلنا استفسارات وتليفونات كثير قوي عايزين يعرفوا من حضرتك تفاصيل بسيطة عن قايمة المنقلات وعندهم استفسارات سريعة أهلا بحضرتك نوارتني ونوارت قناة الصحة والجمال أهلا بحضرتك أشهر جزيزي أفعل من كتاب كبير أهلا بحضرتك هو نوع فعلا كبير جدا ومستهن نتكلم فيه يعني فيه استفسارات كثيرة وفعلا برضو جاتني تليفونات كثيرة الأسبوع اللي فات يعني بعد الحلقة بتاعتنا بيستفسارنا حاجات معينة في الحلقة أمر حضرتك وتحضر المشاهدين طيب كان فيه استفسارات سريعة كده الناس سألتنا عنها في التليفونات إيه حالات سكوت عقوبة قايمة المنقلات سكوت عقوبة زيها زي أي جنحة تانية أخرى معاقب عليها في القانون بتبقى ثلاث سنين يعني لو نجح ثلاث سنين آه بس ده حضرتك بعد ما بيكون أخذ حكم غيابي وعمل معارضة وعمل استقنافي يعني استنفاس كافة طرق التقادي لو قدر نجح أنه هو يختفي عن ثلاث سنين بتسقط العقوبة الجنائية ضده طيب هل تسعير قايمة المنقلات ده مهم؟ عايزين نوضح موضوع التسعير ده التسعير مهم عشان تي حد سألني في الموضوع التسعير طبعا مهم هو المصلحة الزوج ومصلحة الزوجة مصلحة الزوجة عشان نعرف في حالة التلف يقدر يعوضها بكام يعني غرفة النوم بعشر تلاف جنيه يديها 8 تلاف أو 7 تلاف حسب القيمة اللي هي ايه بنشيل الاستهلاكات ويتفعلها القيمة ده ويكون لمصلحة الزوج في حاجة تانية إن لو التلف ده مش عادرين نجيب له مثيل يعني حاجة قديمة كده مثلا قيمة قديمة ولا حاجة مش عارفين نجيب المثيل بتاعها يعوض بشكل مادي بدل ما تيجي الحاجة بعينها يعني تمام فبيفضل يفضل التقيين طيب في واحد اتصل زوج اتصل وسأل وبيقول المدة العقوبة قد ايه؟ الحكم النهائي بيبقى مدته قد ايه؟ فقلت له طبعا هنسأل معنى مستشار الحالة اللي جاية فممكن توضح بس المدة دي تبقى ديه برضو برضو هي الاحكام العامة للقانون العادية جدا الحبس بقى عقوبته من 24 ساعة لغاية 3 سنين القاضي هو اللي بيقدر يقيم المدة قد ايه؟ اه بيقيت نصرهم مثلا لا بيشدد في عقوبة شوية وفي قضاء بيبقى يعني 3 شهور 6 شهور فمتوقف على قاضي الموضوع إنه حر يدي عقوبة من 24 ساعة حبس وحتى 3 سنين حبس تمام طب لو الزوج اختفى بقى في الحالة دي الزوجة بتعمل ايه؟ هو ما بيعرفش يختفي منها الفترة دي كلها في العمليا يعني صعب أو إنه يختفي صعب جدا نهو يختفي وبرضو عندي حالات كتيرة زي كده هم متابعين الزوج يعني أهل الزوجة أو كده متابعين الزوج بيروحوا له شغله بيجابوه من بيته عارفين قاعد فين أو بيت أهله فين وبدوهم متابعين وغاية لهم يعمل معارضة أو يستنفل حكم بتاعه وبيجابوه دمام حكم يعني طيب هل بيحك بقى للزوج بعض المنقلات ولا كله حق الزوجة يعني فيه زوج جزء فيه حاجات شخصية بيكون مثلا هو جايبها أو حكته هو الشخصية عنده لطوب بتاعه وعنده كمبيوتر عنده حاجة خاصة بيه مش مكتوب طبعا في القيمة أو مش مكتوبة في الإيصالات بتاعت اللي اشتروا بيها العفشة أو كده دي حاجة شخصية بتاعته هو دي بتاعته ما تكونش بترد في القيمة يعني طيب فيه زوجة اتصلت بي وقالت لي زوجي خد الدهب كله كنت بساعده كان بحتاج فلوس فبيعت بساعده ها استرده تاني ازاي طيب لو هي باعته طبعا يعني واحد عنده حاجة راح باعها وديها لصاحبه أو وديتها لجزء عشان تساعده عايزة إيه انت روحت طوعية بيعتي دهبك وديت جزءك وديده خد أنا أنا شايفك أنك انت يعني مسنوقة وانت بقى في جنبك في الظروف دي هبيع الدهب بتاعه ويهديه لك فإذا انت طوعية منك انت بيعتيه وروح تيدي تيهوله وقادر يسبت الكلام دهين طوعية ما بعيته وديدته الدهب بتاعها دي فلوسها المادة المنقود بتاعها فبا هي بتساعده ده معلها أنه ياخده ممكن يرجعه لما ربنا يكرمه هم يعني يرجعه بس هو الدهب دايما فيه كلام كتير جدا وكان برضو آخر حكم حكم حكمة النقد حكمة النقد اه من شهرين حكمة النقد طيب بالنسبة للزوجة بقى اللي ما كتبتش قيمة أصلا ملهاش حق في القيمة خالص ما هي بدا ما كتبتش قيمة ملهاش حق في القيمة ولكن بيحق لها رفع دعوة استرداد يعني ازاي بتثبت حقها يعني ولا بتعمل ايه عشان بتعمل دعوة استرداد بترفع دعوة استرداد للمنقودات في محكمة الأسرة حاليا بترفعها في محكمة الأسرة بتقول انت زوجت من السيد فودان بتعمل محضر في الاسم محضر إثبات حالة اننا تجوزت من زوجي السيد فودان وبتقدم أوراق اللي بتدل على الزواج وبتدل على استمراء واقع الزوجية وبتدل على معها فواتير مثلا اشتريت غرفة النوم باسمها غرفة الانتريل حاجات دي كلها اشتريت باسمها فبترفق الفواتير في المحضر اللي بتعمل طب يعني لو ما فيش قيمة وما فيش ورق ينفع تعمل دعوة استرداد بترفع دعوة استرداد بس مش جنحة مش جنحة بترفعها دعوة مدنية في المحكمة دعوة مدنية في محكمة الأسرة بتقود بيها عايزة أسترد منقولاتي اللي جوزي خدها مني أو استولى عليها مني أثناء علاقة الزوجية أو بعد الزواج يعني حسب ما هي بتشتكي انت وبتقول أنا عايزة المنقولات بتاعتي وبتثبت ده بكفة طرق الإثبات طيب ممكن نعرف من حضرتك بقى إيه طرق الإثبات أو مكام طريقة طرق الإثبات ده في حالة لو ما فيش قيمة لو مش قيمة ومعاملتش تبديد مش عايز تثبت وعايز حقها ما عايش مش قادرة تثبت مش قادرة تثبت فبتروح المحكمة المدنية وبترفع دعوة استرداد للمنقودات بتاعتها وبتثبت ده بكافة طرق الإثبات كافة طرق الإثبات إزاي إزاي معاها فواتير باسمها معاها شهادة شهود بس صبعا الشهود فيه برضو قاعدة تانية بالنسبة للشهود ما يكونش الأصل أو الفرع ما تجيبش أبوها أو ابنها تجيب ابن خادتها ابن عمها الناس اللي اشترت منهم إخواتها ممكن الناس اللي اشتروا معاها العفش ده والمنقودات دي أو صاحب محل الموباديا احنا مش جينا لك يا عام فيهم كذا مثلا ونحشتريت كذا للبيت بتاعي ما نقول لحضرتك كافة طرق الإثبات ده يعني عندها شهادة الشهود عندها إيصالات بتاعة الشراء الفواتير الشراء بس تكون باسمها مش باسم الزوج عندها صور يعني ساعات بنجيب صور مثل غرفة النوم أثناء عيب ميلاد بتاع الطفل بتاعهم أو كده واضح فيها الصفر واضح فيها الأنترية واضح فيها المطبخ واضح فيها الحاجات دي فبتثبت بكافة طرق الإثبات شهادة الشهود أو إيصالات أو فواتير الشراء أو الصور يعني أي عندها حرة في الكلام ده طيب ساعات وما بيشتروا المنقلات أو العفش بيبقى الفواتير باسم الزوج لا لازم تكون باسم الزوجة لأنه باسم الزوج لما يلك هو يعني عشان تثبت استرداد لازم تكون باسمها يعني المفروض أن الزوجات يا إما تكتب قيمة يا إما تجيب فواتير باسمها ويفضل القيمة بالنسبة لحق الزوجة بيفضل القيمة دي ما فيهاش خلاف بس لو ما فيهاش أيمة يبقى برضو تكتب الفواتير باسمها يبقى فيه شهود برضو يبقى شاهدين على إنه هم إن العفش ده بتاع فلان طيب موضوع السور دي تقصد أن يوم الفرح مثلا بياخدوا سور في قلب البيت تحتفظ بالسور تحتفظ بالسور أه لك ده بقى شيء طبيعي فيه مناسبات في عياد مداد لما حد بيجالها دلوقتي حضرتك أي حد في إيده كاميرا بيصور كتير أه طبعا كل الموبايلات دلوقتي فيها كل السور دي بنطبعها وبنقدمها في الدعوة بتاعتنا طيب يبقى كده لو فيه أيمة بتلجأ للقضي الجنائي بنرفع جنحة تبديد منقلات زوجية دي اسمها تبديد جنحة تبديد منقلات زوجية لو ما فيش أيمة دعوة استرداد في المحكمة المدنية أو المحكمة المدنية أو المحكمة الأسرة وبتثبت ده بكافة طرق الإثبات شادة الشهود أو الصور أو الفواتير يعني هي حرة بقى حل دعوة للتحقي والناس مع الشهود بتوعنا كده يعني تمام طيب مدة بقى التبديد يعني الحكمة في التبديد مدته الدقيق والاسترداد بتاخد مدة الدقيق برطة أه حضرتك دوقتي في التقاضي يعني دوقتي التقاضي دوقتي التقاضي في الجنحة بيبقى أسرع شوية ممكن تاخد شهور يعني مجرد ما القاضي ينزل هو ممكن ياخد حكم غيابي خلال شهر ممكن يعمل معارضة واستئناف ممكن يستنفس كافة طرق التقاضي في شهور ست شهور ثمان شهور حد أقصى سنة مساء يكون المتهم استنفس كافة طرق التقاضي في المدني طبعا بيطول شوية المدني بيطول قد بإيه مساء ممكن سنتين ثلاثة ممكن ممكن وبرضو حسب برضو حسب الدايرة وحسب مشغولياتها وحسب يعني قوة أو أو إيه يعني يعني سقوة المحايمة سقوة الإيه يعني 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 ما تهملش في جلسة ما تسيفش قد تشيطب ما تهملش الموضوع بتاعها يعني لو هي مركزة جدا ممكن تخدش وقت برضو إن شاء الله طيب بالنسبة للأسأل ان لو واحدة زوجة معاها قيمة ومعاها فواتير إيه لقى صح ترفع إيه أحسن الجنحة 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 التبديل من كل الزوجية ترفعها أحسن لإني فيه محاميين بيقولوا لا الاسترداد حقك بتفضل في المحكمة على طول لو تلت سنين سقطوا في الجنحة الحكم في المحكمة في التقاضي بتفضل الحكم على طول طيب ما نعايز أقول حضرتك حاجة برضو ما هو نفس الحكاية في الجنحة يعني في ترديل الزوج قدر يزوغ تلت سنين ويرجع وخد انقضاء الدعوة الجنائية انقضاء الدعوة الجنائية ده في الحبس إنما في منقلاتها وفي حاجتها برضو حقها قائمة وجود وبتاخده يعني مش معنى سقوط العقوبة لقوبة الجنائية له الحبس بتاعه ولكن مش معنى كده تسقط حقها في حاجات الموقعات بتاعتي لق بتاخده برضو بالشكل المدني برضو طيب خلاص يبقى واجب طبعا نحنا نكتب قائمة نكتب قائمة دي مهمة اي 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 لو ما فيش قائمة لازم يبقى فواتير باسم الزوجة على الأقل اي شهود وناس شايفين الزواج والعفش اي سور بقى يعني عشان حقوق الستات اللي بتروح دي بول حضرتك في المناسبات دايما لقتي في صور كتيرة فبيبان بيبان في الصور شكل الانتري اي وشكل القط النوم اي وكلام دراتي طبعا في النهاية انا بشكر حضرتك جدا على المعلومات المهمة والمفيدة دي وطبعا الأسبوع الجاي معنا في استشارات قانونية جديدة تحت أمر حضرتك شكرا معا للمستشارات استنوني في البعض الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا أستاذ ريهام رشاط شبل أستاذة التامية البشرية أهلا بيك يا أستاذ ريهام أهلا بيك أستاذ ريهام أهلا بيك منوار الدنيا ومنوار الستوديو بستي احنا النهاردة جايين نكلمكو عن غرز الوطنية خصوصا ان احنا النهاردة لابسين على مصر أحمر وفيد وسود أنا وأستاذ ريهام وخصوصا ان احنا في شهر انتصارات اكتوبر المجيد كنا عايزين نعلم من حضرتك إيه تأثير الثقافة على الجيل الجديد والأجيال الموجودة طيب بداية نقول هي إيه هي ثقافة الثقافة هي كل شيء مكتسب حوالينا خليط كده ومزيج بين عداته وتقاليد واختبالك وهي دايما هي طبعا مكتسبة ولأنها مكتسبة فيبقى المعلومات اللي أنت بتخديها معلومات إيجابية تديكي أي معلومة إيجابية بيديكي مشاعر إيجابية يديكي بعد كده سلوك إيجابي طب هل العداد ممكن بتتغير؟ العداد التقاليد ممكن بتتغير؟ طبعا خلينا برضو نتكلم ونقول الثقافة مش خليط ومزيج بين حاجات عدات قيم تقاليد دي مكونات الثقافة تمام نقدر نحن ناخد حاجة حاجة وهنتكلم عنها الثقافة وده سؤال كويس جدا فعلا العداد والتقاليد العداد من الحاجات اللي لازم تتغير للأحسن التكنولوجيا برضو بتخلينا نغير شوية من عدادنا بالأكيد أكيد كل ما بتطوري من نفسك ما هي احنا قلنا قبل كده أنها سلاح زحردين سلاح زحردين يأما تستخدمي صح ويكون ناتجته إيجابية أو أنها تكون غلط وتكون ناتجتها سلبية طيب مكونات الثقافة بقى إيه هي؟ السؤال جميل جدا عايزة أقول أن مكونات الثقافة هي دي اللي بتشكل الوجداني الإنسان الثقافة ممكن تكون عدد تقاليد قيم سلوك معرفة ابتكار لغة هوية مهاراتك إبداع عدوية طب هناخد حاجة حاجة كده سنة بسيطة وأفهمك علشان نقول إيه ده إنسان مثقف إزاي؟ بداية الهوية طبعا أول حاجة القيم بتعد القيم بتعد والأخلاق الأخلاق ممكن تكون عدل وطنية وبمناسبة إنه مشورعش الجهاد إلا من نسبة الوطنية مشورعش الجهاد إلا حفاظا على الأوطان واختبالك فلما بنغرس الوطنية دي روح الوطنية دي لازم دي ثقافة إحنا بنعرفها الثقافة بتتكون من عداد والعداد دي بتتغير ممكن أنت تغيريها ممكن تتغير السلوك ياب بتتغير بتتغير طبعا ده بالعكس ده لازم تطوريها تبادي عن العداد السيئة وتخدي العداد الكويسة يعني تبادي كل العداد بقى السيئة شوفي أنت تدخين حاجات المضربة السحة نبدأ عن السلب كلها حاجات السلبية كلها وتضيع الوقت لازم نكون محافظين على وقتنا السمنة دي العداد السيئة بناخد العداد الإيجابية احنا عندنا عداد حلو قوي إيجابية عندنا كرم وشهامة يعني عندنا في مصر عداد يعني فعلا عداد وقيم حلو قوي عايزين نعزز القيم دي ونعززها وندعمها ونبهد عن العداد السيئة طب والقيم بتاعتنا سبتة طبعا القيم نسبي الأخلاق سبتة ما فيش حاجة اسمها دولة فيها صدق لا الصدق معروف في كل حتة والأمانة والعدل والنزاعة الحاجاتي معروفة إنما لما تيجي تقولي القيمة النسبية بأساسيات سلوكيات تماما وده بيأدي للسلوك إنما القيم بتاعتنا القيمة النسبية بتختلف من من خلق لخلق من دولة دولة أخرى يعني مثلا عندنا هنا الوطنية عندنا في مصر عالية جدا عندنا انتماء عالي جدا دي هنا النصر أو الشهادة دي العقيدة بتاعتنا النصر أو الشهادة في الدول التانية لا ممكن تبقى مثلا جرائم الشرف عندك الصدق في حاجات كده في الدول التانية غيرنا علشان كده لازم نخد بالنا في الهوية بتاعتنا وفي الثقافة بتاعتنا لازم نحن نكون نحافظ عليها وندعم طب مين بيكون لسه ما كملتش خد بالك لسه المهارات انت عندك مهارات والمهارات دي بتزيد بالإيه انت بتزوديها نفسك وبتطوريها والأدوات لازم تستطيع من أدوات الثقافة من كونات الثقافة برضو المهارات والإبداع الإبداع انت بتزودي بتطوري من نفسك بيبقى فيه إبداع يبقى الثقافة مكونات دي كلها سواء مادية أو معنوية والجانب اللي هو الشعور فكل ما هتزودي الثقافة والعلم المعرفة الأخلاق بتعرفي كل ده من بتزودي الثقافة بتاعتك والمعرفة بتاعتك المهارات بتزوديها العداد بتشيل عداد سياد حطي العداد الأحسن القيم طب ازاي بنزرع الوطناء في شخص احنا عندنا من سبعة تلاف سنة احنا الجينات بتاعاتنا قوي جدا طبعا من قيم الفرعان من قيم الفرعان تعالي كده شو في الدولة الوسطى العصر المجد الحربي كان فيه لو تفتكري الهكسوس وترضي الهكسوس اللي هي القابقى اللي جت من وسط أسيا علشان تعمل إرهاب جت في الدنيا كلها وجت عند مصر وفت ستوب ستوب الأم تسكت فضلت وراء زوجها مات تسكت لا ابنها الكبير لا وقع وقطر استراتيجي لا قوة بصي من هنا الزرع ده 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 روح بتمسيها روح وقوة وعلى فكرة قوة الإيمان قوة الوطنية تدل على قوة الإيمان دايما بنقول لازم يكون في استراتيجية الأمة يحطب كانت الملكة ووصلت فعلا أن أحمس هو فعلا اللي طرد الهكسوس بالقوة والعزيمة والإرادة قوة وعزيمة وإرادة ما سجدتش لحد لما وده من ألاف السنين ما بالك دلوقتي إحنا عندنا الحكاية إحنا عندنا استراتيجية وعندنا قيام الأستراتيجية تفتكر أنت أول حاجة سيادة الرئيس كان عملنا إيه في الاستراتيجية أول استراتيجية استخدامها تطوير جيشه طب أول حاجة عشان نبقى قوي طيب نصيحك إيه للشباب والجيلك جديد ما تقفش عند حاجة هناخد الثقافة دي ما يتناسب مع عاداتنا وتقليدنا مش هنقول مع عاداتنا وتقليدنا هنقول مع قيمنا وأخلاقنا إن العادات لازم تتغير اسمنا الإفراط الإفراط التبذير الإسراف العادات السيئة الصبر اللي هي زودي مهاراتك طوار من نفسك روح للقائد في المجال اللي أنت نفسك فيه وخليك وراء إحنا زينا بقى الأوائل في الاستراتيجية بتاعتنا استراتيجية الدولة إن هي 20-30 رؤية التنمية المستدامة إن إحنا نوصل للهدف الأخير إيه الهدف؟ إن إحنا المتفوقين في كل وفعلاً الرئيس ماشي ما شاء الله ما شاء الله يعني في كل الاتجهاد قطر يعني ماشي في كل الاتجهاد بسرعة غير عادية يا مصر طيب إزاي الشباب تخطط لمستقبل باهر ويوصلوا للتفوق والتميز والامتياز والنجاح لازم يكون عندهم هدف أولاً هدف الرؤية العامة الهدف وإحنا طبعاً ماشيين في كل الاتجهاد الهدف بتاعه لازم يحط النفس وستراتيجية يحط مدة زمنية معينة وياخد باله ويحط أولويات يحط أسوأ حاجة يكون عنده استشعار استشعار وتنبؤ طبعاً استشراء طبعاً الكلام ده في الاستراتيجية بتاعته بيبقى متنبئ كل ما زادت معلوماته وتوقع وتوقع كل ما زادت معلوماته في علمه وطور من نفسه كل ما بقى قلت ظروف حدوث الأزمة عنده الاستراتيجية بتاعته تبقى هو حاطط مدة زمنية ويقف يتوقف ويرجع نفسه يشوف إيه اللي ماكملش ويكمله ويطور من نفسه ويفضل يزود في معلوماته ويتطور وهنا هنستخدم الأدوات بتاعته الثقافة مين بيشكل ثقافة الإنسان الإعلام خلينا طبعاً أنت عندك إعلام طبعاً طبعاً مدارس في بث الروح الإعلام ببث الروح الانتماؤل تشوفي الحاجات الوطنية اللي بتبقى موجودة بيبقى نفسك انت كده بتبقي الإحساس بيجيلك على طول العلم المدرسة المدرسة الجامعة محاضرات النوادي طبعاً بيكون في ندوات تثقافية ندوات ثقافية وحياة دولة الحقيقة الفترة دي عاملة ندوات وعملة كورصات في منطقة الروح عشان تنقل الشباب تعاليه شوي طب أي أزمة بتحصل إيه سببها طيب عشان الشاب ما يحصلش خش في أزمة وتبقى ماشي في الاستراتيجية كويسة هو دلوقتي يعمل النفسه خطة يمشي عليها الخطة اللي يمشي عليها دي علشان ما يتوقفش لازم يتجنب عنصر المفاجأة يتجنب عشان ما يبقاش عنده مفاجأة لازم يبقى عنده معلومات وما يبقاش عنده ديء وقت عنده وقت يبقى عنده وقت عندك وقت كفي عندك معلومات كافية فأنت كده مش هتتفاجئ بحاجة الحاجة دي ممكن تعمل لك عرقلة أو مشكلة وإحنا عايزين نمشي في الطريق قطر من غير ما حاجة عرقلنا أو نقف يبقى لازم نتجنب الأزمات يبقى هنحط أولويات وأول حاجة هتحطيها في الاستراتيجية أن أنت أول حاجة هتحطيها علشان ما فيش حاجة تتعرقلك المعلومات تكونوا كويسة جدا جدا طبعا سأقفتكم معلوماتكم معرفة على مجموكك معنا وعلى المعلومات المهمة عينان لا تمسهم النار عينهم بكت من خشية الله وعينهم باتت تحرص بسبب الله طبعا الوقت ما هيك يعني محتاجين وقت كبير نتكلم بس حرصا على وقت البنامج فبشكرك انتظروني في الحلقة القادمة هنعيش هصح مع رانيا حسن